أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها والتي تمثلت في الإقرار للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وأكد مدبولي أن المقرارات الختمية للمؤتمر جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ وإنما على مستوى قيادة العمل الدولي الجماعي في مجال المناخ وهو ما يضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء أيضا إلى الاجتماعات المكثفة التي تم عقدها خلال الأيام الماضية مع عدد من الوزراء خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري بالإضافة إلى البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير موسيقى موسيقى موسيقى